يقول هل لبس الساعة والخاتم في اليد اليسرى تشبهم بغير المسلمين وهل علينا مخالفتهم لقول النبي عليه الصلاة والسلام تيمنوا ما استطعتم وأيضا اليد اليسرى نباشر بها النجاس أبو محمد ساجد من الجزائر بارك الله فيك بالنسبة للبس الساعة أو الخاتم باليد اليسرى لا حرج في ذلك وهذا ليس من التشبه بارك الله فيك وبالنسبة لوضع الساعة في اليد هذا من المصالح المرسلة ومن الأمور التي يحتاجها الناس وليس عندنا نص على أن الأمور التي هي من قبيل العادات أن الإنسان يستعملها في اليمين عندنا ما يتعلق في العبادات نعم نبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة أنه كان يعجبه التيامن وفي لفظنا التيامن في تنعوله وترجله وطهوله وفي شأنه كله ولذلك هذه الأشياء يستعمل فيها اليمين يستعمل فيها اليمين أما قضية الساعة وضعها باليمين وضعها بالشمال كل هذا لا بأس به هذه من قبيل العادات ولذلك أخي الفاضل إذا اعتاد أهل البلد على وضع الساعة في اليسار تلتزم هذا ما تخالفه وإذا اعتادوا على وضع الساعة في اليمين تلتزم هذا ولا تخالفهم